يا هلو يا مرحبا ويا أهلا وسهلا عزيز الوجيه الحلقة الثالثة وصلت يا جماعة ويا لها من حلقة ويا لها من رحلة صيد ويا له من عيد ميلاد ويا لها من معركة مثيرة للجدل إلى حد ما أعترف لكم يا جماعة أني تمنيت الكراب فيدر ينحرك قلت لكم في الحلقة الماضية إن شاء الله يحرق ودايم وكذا بس لما شفته كذا مقطوع نصين قلت نعم موتى يستحقى بالذات أنه ترامى كذا على الشاطئ يفترض أنه بعدين أصل طعونات يجوا يتغذوا عليه يعني تعرفوا ممكن إيش كارما is a bitch متتليق بشخصية مريضة ومختلة ومدريش أفكيره صراحة أعترف لكم يا جماعة أنه شاكلوا مرة يخوف مرة يخوف مستحيل يعني أسوي زي ديمون واروح الحق وراء داخلك بس حنا نتكلم عن ديمون ترقاريان يا جماعة الأمير القادح اللي ما همه شيء واحد من العالي قاعد يقول لي يا وجيه من نت كذا يجيبون فايت أو مشهد قتالي ما بين ديمون ترقاريان وما بين الكراب فيدر بدل ما يجيبوك إذا مكتوع نصين يعني أشوف بالنسبة لي أنا الأمان أشوفها مرة منطقية وبالعكس رهيبة نحن نتكلم عن ديمون ترقاريان الفارس المقاتل المتدرب اللي يعرف يسوق خيول ويعرف يسوق تنانين ويسوقها على أم الشعب كله مبساة الطبيعي أنه الفايت يكون مرة يزيد صاروا راس براس النهاية يا جماعة ترى اسمه كراب فيدر شوية قرصان يعني ويش بيكون عنده من مهارات قتالية غير أنه يأكل السلطعونات حقه ويسوق سفن ويسوم مشاكل حتى دخلته للكهف بعد نهاية المعركة لما شاف جيشه قاعد ينهزم وخلاص ديمون قاعد ينتصر دخلته للكهف ما كانت هروب بقدر ما هي استسلام خلاص بقدر ما هي استعداد للموت والخسارة جلس كذي طالع في الجيش حولينه والناس جلسة تتلطم ودايمون قاعد ينتصر فقال يلا خلني أرجع أموت في الكحف اللي ظليش أستخبى فيه سنوات فيب أشوفنا ما هي سلبية كونهم ما جابوا فايت بين ذول الشخصيتين عموماً يا جماعة الخير حلقة اليوم للأمانة حلقة ثرية مليانة تفاصيل وحيوارات مليانة غيبة ونميمة مليانة دم وأشلاء سواء أشلاء بشرية أو أشلاء حيوانات برية أوكي الحلقة ما هي بقوة لا الحلقة الأولى ولا الحلقة الثانية وتعتبر الحلقة الأقل تقيماً بالنسبة لي بينهم وكنت متوقع أشوف معركة أكبر من كذا أو على أقل بتفاصيل أكثر على كل حال تعال وخلونا ناخذ لفة على أهم الأحداث اللي حصلت في الحلقة الثالثة من مسلسل هاوس أوف ذا دراجون ونحاول نحللها قدر الإمكان تشاركلي في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي أول بأول ولو أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك تعال تابعنا المواقع التواصل الاجتماعي فترة زمنية مرة طويلة جداً بعد أحداث الحلقة الأولى والثانية الأميرة أليسنت أو عفواً الملكة أليسنت خلفت أول طفل لها من الملك في سيريس وعمره تقريباً سنتين وسموه أيقون تيمناً بأيقون الغازي أو الجد الأكبر للترقيريا وكمان في بيبي ثاني في بطنها على وجهة كنها تولد وواضح أنه في سيريس ما عنده وقت يا جماعة أطبخ قدر ما شئت من البيبيز ما تدري متى تعشق ما تدري إيش يصير تضحت أنا برضو في حلقة اليوم العلاقة المهتري أما بين رينيرا وأليسنت بعد ما كانوا صديقات العمر وقريبين من بعض اليوم صديقتها إيش سوت فيها خلفت لها أخر والثانية والثانية جاية في الطريق أوتش لو أوتو هايتاور باقي يعني إيش قاعد يلعب اللعبة تابعه كذا في الخلفية وجالس يقترح للملك اقتراحات كي هي غريبة بالنسبة لنا بس بالنسبة العالم ترقيرين شي طبيعي أوتو هايتاور يقول للملك في سيرس اسمع أنت ناوي تزوج بنتك رينيرا صح؟ الخطاب أشغلوك كل شوية واحد داخل عليك زوجني بنتك زوجني بنتك واللي يرسل لك رسالة واللي يقدم لك ولده قفل أم بابا الخطوبة هذا ملك في سيرس أعطاه وضعية كيف شلون؟ كيف أقفل بابا الخطوبة هات إعلن خطوبتها من أخوها أيقون اللي توه مولود اللي عمره سنتين أنا ودي أعرف بس إيش قصة أم الأطفال في هذا المسلسل اللي يبغوا يزوجوهم من يوم هم أطفال أوكي يا جماعة ماهو زواج رسمي الولد لسه عمره سنتين والبنت أكبر منه مدري بكم سنة بس يعني أوتو هايتاور يقول له من باب أنك تقفل باب العرسان يا جماعة خلاص البنت حاجزين يا لخو ماني قدر أقول الكلام حس كذا في لخبطه عموما في حالك ما تدري التارغيرين ترى ما عندهم نقاط حمراء ولا عندهم خطوط حمراء ولا عندهم أي حدود في العلاقات الزوجية أخ يتزوج أخته أخ يتزوج عمته يتزوج خالته لا يوجد ممنوعات من هذا النوع في قاموس التارغيرين واضح برضو أن الملك في سيريس ما عجبته الفكرة قال له يا ابن العلاق عموما يا جماعة رينيرا وألسنت علاقتهم جدا مهترئة رينيرا تقريبا ما تبغى لها أي ريحة ولا تبغى تتكلم معه وجلسة تتهرب من لقاءاتها وألسنت يبدو أنها جلسة تحاول على العكس تقرب من رينيرا وتكفر عن ذنبها اللي ماهو ذنبها يعني بشكل كان ولكن كل محاولات ألسنت بقت بالفشل يا بنت انت تزوجتي بابا تبغيني ببساطة كده يعني رح فيك أزاستيب ماما ما تمشي لأمور زي كده وغالبا راح نشوف مستقبلا وبنسبة كبيرة العديد من الاستدامات ما بين هذه الشخصيتين شخصية ألسنت وشخصية رينيرا ولا أتوقع أنهم ممكن يلقوا نقطة سلام بطريقة سهلة أو في وقت قريب وإن حصلوا لقيوا نقطة سلام وقدروا أنهم يجلسوا مع بعض زي زمان ويأخذوا ويعطوا ما راح يكون باسم الصداقة ولا باسم الحب ولا باسم أي تبن بقدر ماهو بيكون تبادل للمصالح أو طب طب ليس يطلع كويس ما فيش حاجة باسم الصداقة خالص يا جماعة الصداقة اندفنت من اليوم اللي أعلن فيه في سهيريس خطوبته من الأميرة ألسنت أو الملكة ألسنت في سهيريس يا جماعة قرر أنه يحتفل بعيد ميلاد ابنه أيقون فقال يلا نعمل لنا كذا رحلة صيد لطيفة ونجمع الناس والعائلات الكبيرة وشوفنا للأمانة العديد من العائلات والعديد من الوجوه الجديدة بس للحين ما أعتقد أنه فيه شخصية ظهرت يعني ممكن نقول أوه ذي شخصية مثيرة للاهتمام أوكي ممكن شخصية اللورد جيسون لانستر ياب من عائلة لانستر اللي بعد 200 سنة تقريبا مدري 72 سنة بنشوفها في Game of Thrones أو شوفناها في Game of Thrones يمكن شخصية اللورد جيسون لانستر تكون مثيرة للاهتمام صح أنه غبي وشايف نفسه ومستفز بس ممكن أنا قاعد أقول لكم ممكن يكون له دور في المستقبل أو في حدث معين أو ممكن يختفي ومعادة يصير منه فايدة الله أعلم عموما يا جماعة واحدة من أجمل الحاجات اللي حصلت في هذه الاحتفالية كانت رمزية الغزالة الأبيض يفترض أنه الغزالة الأبيض على كلام Auto High Tower أنه نذير خير وبشرى جدا جدا طيبة فلو قدر الملك في سيرس أنه يصطاد هذا الغزالة الأبيض لطفله أيقون بتكون حاجة مرة تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل ولعل فيها إشارة أنه الملك أيقون الطفل هذا اللي عمره سنتين راح يكون هو الوريث الشرعي والحقيقي للعرش من بعدك في سيرس إذا اصطدت الغزالة الأبيض ولكن الحدث الجميل والرمزية الجميلة اللي حصلت هنا إيش هو أنه في سيرس ما اصطاد الغزالة الأبيض أوكي اصطاد غزال مرة كبير وجعش بس ما هو الأبيض ولكن وفي صباح اليوم التالي ظهر الغزال الأبيض أمام مين؟ أمام رينيرا وبكل حب واطمئنان كان بإمكانها تصيده أو على أقل تحاول تصيده ولكن قالت لا أنا أكتفي بهذه اللحظات الجميلة والنظرات البسيطة اللي تبادلتها مع هذا الغزال ودخلت عليهم وهي تجر خنزير فيابة جماعة رمزية الغزالة الأبيض وظهوره أمام رينيرا هذه تشير إلى أنه هي الوريثة الشرعية هي الوريثة الأجدر بالعرش الحديدي مرة عجبتني ممكن كلكم لاحظتم أنه العالم كله فرحانين بأيقون الأمير أيقون الصغير أو ابن الملك الجديد ولا أعتقد أنهم فرحانين علشان الملك في سيرس أوه أخيرا صار عنده ابن ولا علشان أوه صار عندنا طفل كيوت شعروا ذهبي لا الجماعة مبسوطين أو العالم أو العائلات والضيوف هوين كان الموجودين مبسوطين أنه أوكي أخيرا صار عندنا وريث ذكر ذكر مبسوطين أنه خلاص في أمل كبير أنه ما تصير ملكتنا في المستقبل بنت رينيرا يعني ولكن يبدو أن الملك في سيرس ما زال عند كلمته إلى الآن الوريثة الشرعية واللي أقسموا لولاءها العائلة ما زالت رينيرا تارغاريا ولكن في نفس الوقت ما زال أوتوهايتوار يحاول يلقى طريقة يقنع فيها في سيرس أنه يمرر أو يورث العرش لمن بعده مش للنيرا وإنما لأيقون أخوها الصغير فهل ستنجح مخططات أوتوهايتوار على العين ولا لا انتظروا نشوف عنه يجي منه أي شيء الكلب هذا أوتوهايتوار ما أدري لو لاحظته ولا لا يا جماعة بس الملك في سيرس ترخصر أصبعين هو كان مصاب بإصبع واحد عفوا في يده اليسار وصيب بإصبعه الأول وكانوا يقولوا له بنشيله لك لو ما طاب وذي المرة وبعد مروره سنوات شالو له إصبعين واضح أنه انتقل الجرح أو تسمم أو تلوث أو الجرح يعني انتشر وصال عنده إصبعين مقطوعة ولا تنسوا أنه في جرح في ظهره الله أعلم إيش وضعه ما عاد جابه طاريه ظهر في الحلقة الأولى وهي ممكن طاب ممكن ما طاب ممكن اختفى ممكن ما اختفى ولكن ممكن إيش يرجعوا له في المستقبل عموما وكالعادة شوفنا اليوم الملك في سيريس متخبط وكل ماله يهبد يمنة ويسرة وكل ماله يثبت لأنه ملك من اللفة حقيقة يا جماعة ملك من اللفة أنا أعتقد كده أن الملك في سيريس في البداية كان متحمس وبصير الملك وبصير الملك وبجلس على العرش الحديدي ولما صار الملك وأعلنوا الملكة السابق جهيريس ملكا ووريثا للعرش الحديدي جلس كده على الكرسي وقال أوكي اش يسوي الحين واضح أنه تورط يا جماعة شخصيته مرة ضعيف ويواجه صعوبة جدا في اتخاذ قراراته القرارات التافية والبسيطة يواجه صعوبة في اتخاذها ويصيح على بنته قدام الضيوف اتزوجي لازم نزوجك يا أبو يرخي صوتك في ضيوف في عائلات الحفلة هذه باسمك وباسم وباسم طفلك الصغير انتم تكي في الصالحة بيتكم يرخي صوتك قاع صيح على بنتك قدام الضيوف وفي موضوع خاص مش على سالفة ثانية موضوع مرة خاص أبغى ساوجك اتزوجي مسكين 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 يا جماعة شخصية ضعيفة شخصية ضعيفة الملك اللي ما أدري كيف صار ملك قلو نسميه كذا الملك اللي ما أدري كيف صار ملك وليش صار ملك قلنا ليش صار ملك لأنه ما كان في خيارات وقتها يعني حتى في لحظة ما اللورد كورليس أو أخو اللورد كورليس عفوا أرسل رسالة للملك في سيرس يا أبويا أرحمنا ساعدنا سنواته حنا نحارب في الستبستون الكراب فيدر وجيشه شوية سفن شوية جيش زبطنا يا ملك هو في البداية كان رافض قل الرسالة يا رماها على الطاول أي شي اللي أروح أدعم اثنين تمردوا وبدأوا حرب يقصد ديمون واللورد كورليس أروح أدعمهم لا ينقلعوا خلي تمردهم ينفعهم وفي النهاية الملك أليسنت ببطنها الكبيرة هذه قلت له يا أبويا أرجل دمويا أخوك بس بلفته أم بلف سريع قال أوكي يا الله بسم الله شيلد مدركم سفينة شيلد مدركم جندي ينبلف سريع سريع يتحرك سريع سريع يا أبويا إيش الملك النايم دا والله معليش أهما حاولتوا تدافع عنه أنه مر بظروف يا أبويا أنت ملك لا تقول لي مريت بظروف إلا مريت بأم الصبيان ملك ملك ما فيش يم مرحميني ما تبطسر ملك أفقع من البداية روح سلم أورث الحكم الغيرك تصرف معرفش النظام بس تصرف لا تقعد كده تخبط لي أنا مريت بظروف سيئة أنا حياتي مخبطة أنا لا كل تراب أنت زبال أنت ملك ضعيف شخصيا مجايب أم العيد بعدما قرر يرسل المساعدة أرسل رسالة لديمون يلا راح أرسلك جيش وسفن ومن يعرفيش يدعمونكم ويكونوا معاكم في هذه الحرب ولعلها إيش تنتهي على خير ديمون أعطاه وضعية أنا وريك أنا مساعدة لا يا حبيبي ما أحتاج مساعدتك أنا وريك أني أقدر أغلق الحرب هذه شكرا صراحة للملك في سيرس أنه أرسل رسالة هذه لأنه خلى ديمون يخطو خطوة مارة يريا راح نفذ خطته ونزل وسط الميدان ورفع الراية البيضة كانه كذا قاعد يقول لأخوه الحين جاية ترسلي مساعدة الحين بعد سنوات من الحرب بعد سنوات من المرمطة ما بين الجزر هذه لا شكرا خليهم لك في حال أنكم ما انتبهتوا للتايم لاين ترى مرت سنوات كثيرة يب حرب طولت أنا كنت متوقع أنها تأخذ الأسبوع شهر كده بس لا طولت عموما ديمون ترقيلين رده على رسالة أخوه كانت تقول يعني لو في شمس كانت من أمسك مش الحين يا حبيبي بعد مرور سنوات وبعد ما تهبدنا عموما خلونا ننتقل للمرحلة أو للمعركة الأخيرة اللي صارت مع جيش الكراب فيدر واللي انتصر فيها ديمون انتصار كاسح ويثلج الصدر أنا ما ودي أتحلطم والله يا جماعة المعركة كان فيها حركات شوية ما الأمها لزمة يعني ديمون دخل وسطهم أوكي أمور طيبة سلم نفسه حط سيفه غرس راية الاستسلام أوكي خطة أيش كويسة لأنه عيال الكلب أصلا ذولي الكراب فيدر وجيشه مستخبين في الكهوف وماخذين وضعية الدفاع وبحكم أنهم داخل الكهوف وفضعية الدفاع كانت الأفضلية لهم طول السنوات هذه اللي يهجم وجاي مندفع غير اللي مدافع ومنتظر ومستعد للهجوم فهمتوا؟ عموما سلم نفسه رفع الراية البيضة قدم سيفه وفجأة قلب عليهم وقام يطاعن ويقتل في طريقه كده بسرعة كأنه سوبرمان ما ندارش اللي صار فجأة كده صار مرة معضل وكل اللي قدامه ضعيفين وحقين لسهم قاعدين يضيع الطلقات أوكي قراصنة وجيه لا تدقق بس لا للأمانة المشهد أوكي ما هو سيء بس أتوقع والله أعلم أنه كان في ألف طريقة وطريقة اللي اكتابت المشهد بطريقة أفضل من كده باقي المعركة كانت رائعة ودخول التنين وكل شيء بس أنا أقصد هنا عندي مشكلة مع هذه اللقطات اللي كانت في بداية استدراج ديمون لجيش الكراب فيدر أنا ما يعرف وش اللي صار في الرواية وهل هم يقتبسوا من الرواية أنا ما يعرف التفاصيل هذه بس والله يا جماعة المشهد هذا خلى ديمون تارغاريان مرة مع الضل بس كنت منتظر كده فجأة يطلق ليزر من عيونه ويطير في السماء كده وينفخه ثلج من فمه إيش فيه لا لا والله من جد يا جماعة تمنيت المشهد هذا بالذات اللي أشعل قنبلة الحرب أو المعركة الأخيرة يتم كتابته بطريقة أفضل نحن نتكلم عن هاوس أوف ذا دراغن نتكلم عن عالم وغنية الجليد والنار ما نتكلم عن أي مزلزل كذا يهبدل أي حاجة وريني ناس تضارب وتقرقع سيوفها على كل حال اللي حصل حصل أنا للأمانة توقعت المعركة تكون سهلة وكي مش سهلة سهلة بس على أقل ما تستمر لسنوات أسبوع شهر بالكثير نعمي شوية قراصنة في جزر صغيرة تنين واحد ينهي مسيرتهم بس للأسف الموضوع طلع معقد يا جماعة ومش بسيط التنانين بشكل عام ضخمة جدا والكراب في دروجيش وعندهم كهوف يستخبوا فيها وكهوف عميقة مستحيل يدخلها التنين وفكرة أن التنين أو راكب التنين ينزل في الأرض ويحاول يحاربهم فكرة جدا سيئة لأنه اللي داخل الكهوف لهم أفضلية عليك بالأسهم وبأي أن كانت الأشياء اللي ممكن يرمونك فيها وشفنا في بداية الحلقة لما ديمون نزل عليهم في الليل مع السفن اللي قاعد تحترك بغا يعشك جاتوا أسهم من كل مكان وفقع شارد حاط رجله لا الموضوع مش سهل مش معناته أنه عندي تنين مرة ضخم معناته أن يقدر انتصر في معركة بسيطة كذا للأسف لا طلع الموضوع ملاغوص والله أعلم من ذيك الزيارة لديمون تارغيريان ما هي أول زيارة واضح أنه كان يزوره دايما يحاول يصيد الكراب فيدر بس ما تزبط معه وبشكل عام يعني في المعركة بعد الحوز هذه كلها في نهاية المعركة أو أثناء نهاية المعركة وأثناء ما كانت المعركة خلاص قاعدة تورينا أنه تارغيريان وفاليريا قاعدين ينتصروا جات لحظة مرة جميلة واللي هي لحظة دخول تنين سي سموك اللي يفترض أنه تبع ابن اللورد كورليس واللي ما خاب ظني أتوقع أنه اسمه لينورد حقيقي لحظة دخول سي سموك كانت جدا فخمة ورهيبة قراءة وصف لهذا التنين في موقع HBO يقول أنه هذا التنين مرة ذكي جدا ولياقة عالية بحكم أنه برضو سنه صغير أوكي يا جماعة التنين ما هو بهبة وفخامة تنين ديمون تنين ديمون مرة يخوف حتى عضلات وهيكل وكذا مبنيين بشكل مختلف على التنين الثاني حس أنه كذا تنين بتفاصيل وعضلات وهيكل مختلف تماما بس برضو لا تنين السي سموك مرة جميل وحبيت وصرخات لينور بكلمة دريك كاريش خلت المشهد كمان أكثر روعة وجمالا بس برضو يا جماعة اليوم ديمون تارغيريان أثبت لنا أكثر وأكثر إنه مرة مجنون وقادح وما همه ولا أي شيء الأدم يبايعها بترابي يا جماعة حكاية إنه يدخل وسط جيش الكراب في در كذا بكل بساطة ويقاتل لحاله حركة ما هي سهلة ولا أي أحد يقدر يسويها طبعا في ناس بيقولوا يا وجيه يا خليه ما أرسله واحد ثاني يا بويا من ترسل أفضل طريقة تخلي الجيش كله يخرج ويتطمن إنه هذه المعركة فعلا أو هذه الخطة حقيقية أرسل ديمون تارغيريان نفسه الرأس الكبير قائد التنين نزلوا لهم في الميدان وبينزلون بيخرجون من جحورهم زي الكلاب ومشت الخطة الخطوة هذه اللي اتخذها الأمير ديمون ما هي سهلة أبدا وإن دلت على شيء فهي تدل على شجاعة وجرأة هذا الأمير المجنون أنا ما أود لي صراحة أستعجل وأقول لكم أوه شخصياتي المفضلة كذا وكذا بس ديمون تارغيريان بيكون واحد من شخصياتي المفضلة الأجمي هذا سهم وكل مال ويرتفع يا جماعة في ناس كثير يكرهونه أعرف ناس من أصحابي كثير يكرهونه بس الأمان أنا من رحبه وكمان يا جماعة خلونا ما ننسى الأميرة رينيرا في حلقة اليوم شفنا البنت كيف بدأت تتحول إلى شخص آخر بشكل تدريجي بدأت تصير أكثر نضجا أكثر استقلالية وللأسف في نفس الوقت أكثر انطوائية وما صديقة عمرها اتزوجت أبوها فورغات سيك يا وجي واثبتت لنا في حلقة اليوم رينيرا إنها مش مجرد فتاة ذات شعر ذهبي بل هي فارسة وراكبة تنين وهي الأجدر بوراثة العرش الحديدي في الوقت الحالي أي نعم ما زالت شخصيتها قيد التطور بس إنها إلى الآن ما زالت متجهة في الطريق الصحيح وما زالت متزنة وما زالت تثبت لنا إنها فعلا جديرة بوراثة العرش الحديدي وأتطلع شوقا وحماسا للحلقات القادمة علشان أشوف إيش راح يصير في مستقبل هذه الأميرة رينيرا وهل ممكن يتزوج إيلينور ابن اللورد كورليس هذا الاقتراح ترى كان مطروح برضه بواسطة مستشار الملك قال له يسمع الملك كان سكران وقتها كان يقول له آه إيش تبغى تزوج بنتي لولدك قال له لا يا سعدت الملك أنا صراحة يعني أول شي شكرا على المجاملة شكرا على أطراء بس لا ليش ما تزوجها إلينور ولد قريبتك وفيها دم التارغاريون وبتكون حاجة كويسة لتصحيح الفوضى اللي صارت زمان يقصد بعد ما سحب على لورد كورليس وما تزوج بنته اللي عمره 12 سنة عموما الاقتراح هذا جدا جميل واضح أنه إيش الملك في سيرس كده أعجب وإلى حد ما بس إنه كان سكران وقتها فمدري بيفتكر الهرجة ذي أو لا لا أو هل رينيرا راح تختار هي شريك حياتها بنفسها مثل ما طلب منها الملك في سيرس ومن يترى بيكون سعيد الحظ هذا حبيت برضو مشهد رجوعها مع الخنزير أنا صراحة ما أعرف وش دلالة الخنزير في عالم أغنية الجليد والنار بس أنا متأكد مليون في المئة يا جماعة إنه لو فيه دلالة للخنزير راح تكون أقل شأنا بملايين المرات من دلالة الغزال الأبيض الكبير والنقي والجميل وملك غابة ملوك الغابة توقع كذا كانوا يقولولو حقيقة داخلة كذا عليهم ومعها خنزير والدم عليها وحالة ثم حالة والكل يطالع فيها أنا ما أعرف صراحة أفسر نظراتهم بالضبط في ناس تبتسم في ناس مستغربة أنا ما نداري هل هم مستغربين إنه أوه إيش القرب هذا وليس جابتنا خنزير ولا يطالعوا فيها هولي شيت رينيرا صادت خنزير وجاية كذا لا والله واضح إنه البنت معضلة ما هي سهلة ما أدري صراحة إيش كانت نظراتهم بس أي إن كانت النظرات تقولها كذا بفخر وهيبة وسطهم والدم على وجهها يمين بالله لحظة ماتي تنسي ديم على كل حال يا جماعة الحلقة جيدة إلى جيدة جدا ما رح أقول لكم إنه هي أفضل من الحلقة الأولى والثانية للأسف هي الحلقة الأقل شأنا من الأولى والثانية والسبب يعود إلى معركة الكراب فيدر اللي كان عليها شوية ملاحظات وشطحات ما لأمها لزمة يعطيكم العافية جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لايك لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين اتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي كل موجودة في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم